إلى خارج الدولة وبالتحديد لجمهورية مصر العربية حيث استضافت القاهرة على مدار يومين المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة دولة الإمارات التفاصيل مع مراسلنا محمد عبد الحكم من القاهرة بعنوان حوار الأديان والثقافات جاء المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انعقد في القاهرة وعلى مدار يومين بمشاركة دولة الإمارات وأربع وثلاثين دولة أخرى يمثلها مجموعة من علماء الدين والمفكرين والمثقفين وغيرهم لمناقشة المواضيع والأبحاث التي تسهم في ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان الرسالة التي تقولها الإمارات تقولها فعلا وتقولها قولا أما فعلا فإنها تعيش مع الحوار منذ تأسيسها تعيش مع السلب والمسالمة ومعرفة حقوق الآخر منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثرى العلاقة الوطيضة بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة تجعلنا دائما نتكامل في مراقفنا نحن في قضية رحدة قضية مواجهة الأرهاب مواجهة التتعرف مواجهة الفكر المتتعرف سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات أوضح خلال كلمته بالمؤتمر أن القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف المكونات الحضرية والدينية تقوم على تعدد الانتماءات والمعتقضات والأجناس مؤكدا أن الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة لقد قامت حكومة بلادي باتباع استراتيجية شاملة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة فأنشأت أول وزارة للتسامح والتعايش وأصدرت أول قانون يحمي قيم التسامح واحترام دور العبادة دولة الإمارات عبر قوانينها المنظمة للتعدديات الموجودة عبر سياساتها الخيرية في العالم عبر مشاريعها في التكافل الإنساني عبر كل المبادرات التي تدعو إلى السلم والسلام والتسامح 31 توصية هي ما خرج به المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية مع إصدار وصيقة القاهرة للحوار وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات ليكون حجر الأساس في ترسيخ الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب مشاركة إماراتية تهدف لقيادة الجميع نحو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال الحوار البناء محل التعصب وشقاق لأخبار الضار محمد عبد الحكم القاهرة اشتركوا في القناة